منشاهد بيهو خريس كما تعلمون هذا وصفناه بأنه عمل إجرامي وعمل تم تنفيذه بأسلحة إيرانية ولذلك نحمل إيران مسؤولية هذا الهجوم الذي يعتبر هجوم غير مسبق وكان مستهدف ليس فقط المملكة العربية السعودية بل كان مستهدف العالم بأجمعه التأثير على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على كل دولة في العالم وكل بشر في العالم ولذلك ما الهجوم هذا يعتبر هجوم على البشرية وعلى العالم بأجمعه ولذلك أدانت هذا الهجوم أكثر من ثمانين دولة وبشدة ووصفته بأنه هجوم إرهابي هجوم عدواني هجوم غير مبرر المملكة العربية السعودية تقوم بتحقيقات والتحقيقات الأولية كما ذكرنا سابقاً تؤكد أن هذه الأسلحة إيرانية طلبنا من الأمم المتحدة أن ترسل خبراء ليساهموا في هذا التحقيق كما أن هناك دول أخرى تشارك في هذا التحقيق وستبان النتائج التحقيق والهدف من وراه التحقيق هو تحديد مصدر الإطلاق ونحن متأكدين أن الإطلاق لم يأتي من اليمن بل أتى من الشمال والتحقيقات ستثبت ذلك بإذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الإجرات اللازمة في شأنها المملكة تم سهدافها بأكثر من 260 صاروخ بلستي إيراني الصنع وأكثر من 150 طائرة مسيرة وهذا أمر غير مقبول واستطاعت الله الحمد للقوات المسلحة السعودية أن تمنع أي صاروخ بلستي من أن يصيب هدفه ودمرت عدد كبير من الطائرات المسيرة والأخوان في القوات المسلحة مستمرين في العمل المملكة حريصة جداً على أمنها وأمن منشآتها وأمن مواطنيها وأمن المقيمين فيها والمملكة استبدل كل الجهد في الضمان والحفاظ على أمنهم وسلامتهم نعتقد أن المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في أن يحط حد للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية التخريبية والتي تهز بأمن واستقرار المنطقة إذا ما كانت العالم وأن التصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين أو العراف الدولية إيران يجب عليها أن تحدد إذا ما كانت ثورة أو دولة إذا كانت دولة فعليها أن تحترم القوانين الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم دعم الإرهاب وعدم تأسيس ودعم وتوفير الأسلحة بما فيها صوريخ باليستية لميليشيات إرهابية في المنطقة تستخدمها لاستهداف المدنيين وطالما أن إيران ماشية على منهج عدواني داعم للإرهاب فهذا هو السبب الذي جعل العالم يعزل إيران ويفرض عليها مزيد من العقوب المملكة العربية السعودية اتخذت موقف دفاعي المملكة العربية السعودية بعكس إيران والذي أطلقت 260 صاروخ باليستي إيراني الصنع عن طريق ميليشياتها أو عن طريقها وأكثر من 150 طائرة مسيرة وأسست ميليشيات في المنطقة وتدعم الإرهاب بعكس ذلك المملكة العربية السعودية لن تطلق صاروخ ولا طيارة مسيرة ولا حتى رصاصة في اتجاه إيران كما أن المملكة لا تدعم ولا يوجد لها ميليشيات تقوم بأعمال تخريبية أما في البلدان التي هي واقعة فيها أو في بلدان أخرى فهذا يثبت أن هناك دولة تسعى للخير ودولة تسعى للشر ولذلك كما ذكرت معظم دول العالم أدانت إيران وبشدة وإيران وعلينا الآن أن نستمر في التحقيقات وعندما تكتمل التحقيقات سنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا العدوان فأنا ما ودي أطول عليكم أن تسمعت عرض سمو وزير الطاقة والمؤتمر الصحفي الذي أجرى مع معالي رئيس إدارة مجلس إدارة إيرامكو ومع المدير التنفيذي لشركة إيرامكو وما اطلعت على الإجازة التي قامت به وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمورة التقنية فلذلك أود أن أقف هنا وأتلقى بعض الأسئلة منكم شكراً نورد فضلي السلام عليكم نورد فضلي سحيفة عرب رأس إيران says that it will not negotiate with the United States until the sanctions are lifted what is your comment on this and do you think that the sanctions will prevent Iran from continuing its hostilities thank you so much I think that the Iranian position is to obfuscate and to delay and to stall I think the Iranian position is to try to divide the world and it is not succeeding I believe the fact is that when President Trump was elected he made it very clear that he wanted to renegotiate the JCPOA نورد بشأن الاتفاق النووي من أجل تحسين الاتفاق الذي كان يفتقر لمجالين أحدهما يتعلق بالفتر الزمني الخاص بتخصيب اليورانيوم الذي ينتهي بعد سنة عشر من توقيع الاتفاق وهذا غير مقبول لأن ذلك يسمح الإيران بإنتاج كميات غير محدودة من اليورانيوم ويمكن أن تصنع السلاح النووي في وقت قصير وهذا غير مقبول أما الجزء الثاني فلا وصيلة بآلية تفتيش التي يحتاج للتوسيع وليزيادة فعليتها فيما تعلق بهذا الاتفاق إن البنود التي ليست متضمنة في اتفاق النووي هي برنامج جيرالباليستي وهو انتهاك لقرارات مجلس الأمن ودعم إيران أيضا للإرهاب وتدخلها في شؤون بلدان أخرى إدارة ترامب إذن دعت إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات في بحث هذه القضايا من أجل توصل اتفاق فعال وكذلك من أجل إزالة أو تغيير السلوك إيران المدمر والعدواني حتى تصبح إيران دولة بين الدول ولكن إيران رفضت ذلك بعد سنة وبضعة أشهر فإن رئيس ترامب انسحب من الاتفاق وآدى فرض العقوبات على إيران وعندما بلغت العقوبات أهدفها فإن إيران تطالب رفعها للتفاوض فإيران كان لديها أكثر من عام لذهاب إلى طاولة المفاوضات قبل فرض العقوبات لكنها اختارت عكس ذلك فتقديرنا إيران تريد أن تطيل أمد الوضع الراهن وتلعب الألعاب وذلك تقوم بسلوك عدواني هذا ليس بموقف دولة تريد تعيش في كنا في سلام الأمن مع الجيرانها وهذا ليس موقف دولة تريد أن تقبلها في مجتمع الدول ستيفن تفضل شكرا معالي الوزير ستيفن من وكالتي ريترز قالت المملكة العربية السعودية إن هذه الهجمات لها صلة بإيران ماذا تريد المملكة العربية السعودية رؤيته من جانب الواتن المتحدة والدول الغربية هل المملكة العربية السعودية مستعدة للقيام بعمل أحادي إجزاء إيران لقد قلنا على مدى سنوات كثيرة بأن عدم التصدي لإيران يقوي إيران وقلنا ذلك على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر من ذلك وكل مرة من يسعى لتعامل إيران بطريقة هادئة فإن إيران تزيد من عدوانها وهذه النقطة التي أكدنا عليها قلنا لأصدقائنا في العالم إذا كنتم تريدون أن تعملوا من أجل منع إيران أو توفير إيران آلية دفع جديدة فإن ذلك يشجعها لعدم الاستجابة لنيداء التفاوض لتعزيز الاتفاق النووي قلنا لهم أيضا أن المزيد من العلاقات مع إيران كلما زاد ذلك من قناعة إيران بأن سلوكها العدواني مقبول في العالم وهذا غير مقبول فهذه الأمور يجب أخذها في الحسبان نحن نتشاور مع خلفائنا وأصدقائنا بشأن الخطوات التالية التي علينا اتخاذها وننتظر النتائج النهائية للإحقيقات ذات الصيلة بالهجمات ومصدرها بالتحديد حتى يمكن أن نبني ردنا على هذا الأساس لا يمكن أن أتخمن أو خمن بشأن العمل ممكن هذا غير ملائم الآن لكننا نجري مشاورات وسوف نتخذ الخطوات الضروري لتعامل مع هذا الأمر سلام خير عبدالهادي حبثوه من السحيك الشرق الأوسط معي الوزير أعلم الحوثيون من طرفهم بأنهم لن يستهدفوا المملك العربي السعودي بالصواريخ أو الطائرات المسيرة بحسب ما اتدعوه فما هو تعليقكم على هذا الإعلان من جانبهم الشرق الثاني أعلم وزير الدفاع الأمريكي عن موافقة الرئيس ترامب بإرسال قوات للسعودية في مهم الدفاعية هل من الممكن الحصول على مزيد من التماثير حول هذا الموضوع؟ وشبك؟ بالنسبة لتساريح إيران معظمها غير واقعية وغير منطقية وغير صادقة إيران تدعي أن لا تدعم الإرهاب ولكن نرى دعمها لمنظمات إرهابية مثل حزب الله ومثل منظمات أخرى في سوريا وفي العراق وفي اليمن إيران تدعي أنها لا تدخل في شوء المنطقة ولكن كم عميل وكم ضارضة إيراني تم قبضه في دول مختلفة في منطقة الخليج كان هدفهم التخريب إيران تجند وتحاول تجند مواطنين دول منطقة لتستخدمهم للقيام بأعمال إرهابية في بلدانهم الأسلحة التي تم قبضها في دول عديدة في المنطقة كانت الكويت أو البحرين أو المملكة أو اليمن إيرانية أسلحة إيرانية تم توفيرها من إيران فإذا وفرت صواريخ باليستية لميليشيا تستخدمها ضد مدن في المملكة العربية السعودية هذا بحد ذاته دعم للإرهاب وهذا بحد ذاته يعتبر هجوم الفارق بين الذي حدث بعد استهداف بخيق وخريس أن الصواريخ والطائرات المسيرة جت من الشمال فالآن المهم تحديد موقع الإطلاق وأعتقد أن مثلما ذكرت إيران كثير ما تدعينا تريد السلام ولكن تقوم بأعمال تخريبية وإرهابية إيران ترفض أنها تدعم الإرهاب لكن العالم كله يدرك ذلك ولذلك وضعت إيران على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس من قبل مملكة العربية السعودية فقط بس من قبل المجتمع الدولي من قبل مجلس الأمن إيران تعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب فعندما تتحدث إيران وتقول أنها لا تتدخل في شؤون الدول أو أنها لست مسؤولة عن إطلاق صواريخ إيرانية الصنع هذا كلام غير مقبول فيما يتعلق بالقوات الأمريكية البلايات المتحدة لها قوات في المنطقة ما تحلمون والآن فيه تحرك دولي بقيادة البلايات المتحدة وبالتنسيق مع المملكة لحماية الملاحة في الخليج والبحر العرب أنضمت إليه عدة دول إلى الآن ونتوقع أن هذه الآلية ستساهم بإذن الله في ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي لكي لا تتعرض السفن والإمدادات النفطية لأي تعقيدات من قبل إيران ومن أجل أن نحافظ على أمن إمدادات الطاقة للعالم بسبب ضيقة الوقت سنأخذ السؤال واحد إيان شكرا إيان لي من سيبيا السؤال لكم تحدثتم عن الطلب توجه الجنود الأمريكيين وحدثنا عن ماذا سيعني ذلك للمنطقة أن يكون هناك تواجد أمريكي هنا الولايات المتحدة من حلفائنا وكانت لجينا علاقات أمنية قوية جدا منذ مطلع الخمسينات القرن الماضي وواجهنا عدة تحديات خلال هذه السنوات سواء كانت متعلقة بتمدد التحاسي بيتيجة الشرق الأوسط أو تطرف في العالم العربي وأهم كل ذلك كان الحرب لتحرير الكويت بعد اجتياح قوات صدام حسين وحيث كان هناك نصف مليون جندي أمريكي في المحل العربية السعودية وكانت لدينا تعاون عسكري مستمر مع الولايات المتحدة كما حصل مع حلفائنا الخليجين لضمان أمن المنطقة على وطن الولايات المتحدة كانت لدينا علاقات تعاون عسكري قوية جدا من حلفاء آخرين وبتحدي المملكة المتحدة وأعتقد أن التحديات التي نواجهها حاليا تطالب بتعزيز التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وحلفائها وشركائها من أجل ضماني عدم حصول أي عرق لتموين الطاقة للعالم لكي لا يتأثر اقتصاد العالمي سلبا وكل من ذكرتها في البداية في العالم متأثر بعرق التي تدفق الطاقة لذلك نعتقد أن العالم يواجه مسؤولية ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة وردع إيران من المشاركة في أي سلوكات عدائية سؤال آخر الحوثيون أعلنوا عشان نهاجم الظلم الكربية السعودية هذا يوم أمس ما ردكم على ذلك وما الذي تسبب بذلك وكيف سجيب المملكة نحن نحكم على الأمور أو الأطراف الآخرين من قبل أعمالهم وتصرفاتهم وليس بكلماتهم وسنرى إذا ما فعلوا ذلك أم لا أما فيما يخص ما الذي دفعهم بذلك أنا لا ستعقرة أفكارهم ويجب أن تدرس هذه المسألة عن كثب شكرا 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 شكرا